أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة من تراز قدس خمسة وأضافت قوات الحوثي أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للاحتلال الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأكدت قوات الحوثي أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومن يقف خلف إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان عن لبنان